السلام عليكم ورحمة الله قبل ما نبدأ بهذا الفيديو راح أتكلم عن الفيديو السابق اللي اتكلمت فيه عن معلومات أنا كنت مخطئ بها للأسف لقيت نقد كبير جدا وأنا مستغرب من هذا الشيء فأولا شكرا لمتابعين المخلصين اللي وثقوا بالمعلومات اللي أقدمها بهذا القناة واعتز بشكل كبير بمتابعتكم الكريمة ثانيا المعلومات اللي أنا كنت مخطئ بها بهذا الفيديو أنا ما ذكرتها بطريقة صريحة ولكن ممكن وصلتها بطريقة غير مباشرة عشان كذا وجب توضيح الأمور والكل عارف أكيد بأن علم التغذية نظام متجدد فأنا كنت أحد الأطباء اللي يحذر من استهلاك صفار البيض أو الأكلات العالية بالكلسترول على حسب التوصيات والدراسات اللي كانت موجودة في ذاك الوقت ولكن في الوقت الحالي أنا أنصح أكيد طبعا بتناول صفار البيض وشحوم اللحوم والأطعمة العالية بالكلسترول وأبدا هذه الأكلات ما لا أي علاقة إن الشخص يصاب فيها بمشاكل صحية فحاول إنك لما تأخذ معلومة من شخص مثلي أو من أي مكان إنك تبحث بنفسك وحاول إنك تصدق نفسك ولا تصدقني لا تصدق المعلومات الموجودة بالقناة لا تصدق أي شخص حاول تصدق نفسك وتوثق بالعلامات الصحية اللي راح تجنيها أثناء التزامك بالنظام صحي معين أو طريقة أو عادة صحية معينة فأنا شخصيا من الأشخاص اللي دائما إنصح بالأنظمة مخضة النشويات مثل نظام الكيتو دايت مع أني حاليا أنا غير ملتزم بنظام الكيتو فأنا في السابق كنت فترة من الفترات كنت ملتزم بنظام الكيتو دايت بهدف نزول الوزن وصقل الجسم ووضع الجسم في طور إعادة التصليح ولكن حاليا أنا غير ملتزم بنظام الكيتو دايت لأنه بكل بساطة ما يتماشى مع أهدافي الحالية ووارد جدا أنه بعد فترة في المستقبل أكون في حاجة أكبر على أني ألتزم بنظام الكيتو دايت وفي حاجة أكبر أنه أضع الجسم في حالة الكيتوزيس وحالة إعادة التصليح من جديد فعشان ما نطول بهذا الفيديو رح ندخل لموضوع اليوم فاليوم رح نتكلم عن خمسة معلومات أنا متمسط بها حتى تاريخ هذا الفيديو ووارد جدا أنه بعد مرور السنين بعد خمسة سنين أكون مخطئ بهذه المعلومات المذكورة بهذا الفيديو مثل ما كنت مخطئ بأنني كنت أنصح الأشخاص بالابتعاد عن تناول صفار البيض فعشان نوضح الخمسة اللقات اللي ما زلت متمسك بها فرح نحتاج إلى الصبورة فمن الأشياء اللي ما زلت متمسك بها حتى تاريخ هذا الفيديو رقم واحد أنه نظام الكيتو دايت يظل نظام صحي فنظام الكيتو دايت يعتبر نظام آمن لأغلب الناس اللي ما يعانوا من مشاكل وأمراض مزمنة نظام فعال جدا يساعدك بالتخلص من مشكلة مقاومة الإنسولين رح يحسن بشكل كبير من الشبع أيضا رح يساعد بشكل كبير على نزول الوزن ورح ينظم مستويات سكر الدم ورح يمنع من تدبدبها هذا الشي رح يساعد بشكل كبير الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني ورح يساعدهم على أنهم يتخلصوا من أدوية السكري هذا الشي مثبت بالدراسات مثبت بالمراجع الطبية الموثوقة أيضا مثبت لجمعيات موثوقة مثل جمعية السكري الأمريكية فأنا مستغرب صراحة أنه ما زال هناك أشخاص يهاجموا نظام الكيتو دايت على أنه نظام غير صحي أبدا وراح يكون مهدد لصحة الشخص هذه المعلومات غير صحيحة ولم تعد صحيحة المعلومة الثانية اللي أيضا ما زلت متمسك بها أثناء مشواري بتنزيل الفيديوهات بهذا القناة أنه إذا كان هدفك نزول الوزن المهم جدا أنك تخفض مستويات الإنسولين مثل ما ذكرنا بالفيديوهات السابقة وما زلت متمسك بهذه النقطة أنه الإنسولين هو المفتاح فارتفاع مستويات الإنسولين رح تمنع الجسم من أنه يوصل للخلايا الدهنية المتكدسة داخل الجسم واستخدامها كطاقة الجسم ما رح يحقق هذا الشيء إلا إذا كانت مستويات الإنسولين منخفضة وفي أدنى مستوياتها الطبيعية وقتها رح ترتفع من هرمونات مثل الجلوكاجون رح تساعد بأنه الجسم يكون قادر على الوصول لهذه الخلايا الدهنية وحرقها والتعامل معها واستخدامها كطاقة فهذا الشرط اللي هو انخفاض مستويات الإنسولين رح تكون محقق بجميع الأنظمة الغذائية لتساعدك بنزول الوزن مثل نظام الصيام المتقطع فأنت أثناء ساعات الصيام رح تكون مستويات الإنسولين منخفضة ورح تكون هناك هرمونات حارقة للدهون مرتفعة في ساعات الصيام فرح تحقق هدف انخفاض مستويات الإنسولين وهذا شيء رح يساعدك بنزول الوزن أيضا الأشخاص المهتمين بنظام السعرات الحرارية والملتزمين بنظام السعرات بهدف نزول الوزن أيضا مستويات الإنسولين يجب أن تكون منخفضة فحسبة السعرات الحرارية اللي هي أنك تحسب السعرات الحرارية القادمة من الغذاء فمهم جدا نوعية الغذاء اللي تتناولها أيضا كمية الغذاء وكمية النشويات اللي تتناولها أثناء التزامك بنظام السعرات الحرارية لأنه أيضا بجانب نوعية النشويات اللي نستهلكة أيضا كمية النشويات رح تأثر بشكل كبير على مستويات الإنسولين فحتى إذا كنا نتناول نشويات صحية ولكن بكميات مرتفعة هذا الشي رح ترفع من مستويات الإنسولين والعكس إذا قللنا من استهلاكنا للنشويات هذا الشي رح يساعدنا بخفض مستويات الإنسولين أيضا الأشخاص المهتمين بالأنظمة مخفضة النشويات مثل النظام اللوكارب نظام الكيتو دايت فخفض النشويات بحد ذاتها رح تخفض بشكل كبير من هرمون الإنسولين ورح يساعد الأشخاص المكتزمين بالأنظمة مخفضة النشويات بتحقيق هدف نزول الوزن أيضا الأشخاص المهتمين بتناول أكلات ما ترفع مستوى السكر بشكل سريع مثل الأكلات ذات المؤشر الغليسيمي المنخفض اللي ما ترفع مستوى سكر الدم والإنسولين بشكل عالي وبشكل سريع هذا الشيء أيضا رح يساعد الأشخاص بنزول الوزن ففكرة جدا ذكية أنك تصمم نظام غذائي خاص فيك يكون شامل هذه الأنظمة الغذائية اللي تساعدك بنزول الوزن فيفضل حسبة السعرات الحرارية وأنك تتناول سعرات حرارية أقل من احتياجك بقليل بـ 200 سعرات أو 500 سعرات حرارية وحاول بهذا النظام أنك تتناول كمية نشويات مخفضة يفضل أن تكون أقل من 100 قرام وكل ما قللنا كمية النشويات كل ما ساعدنا بتحقيق الهدف بشكل أسرع أيضا حاول أنك تختار مصادر نشوية ذات مؤشر غليسيميا منخفض ما يرفع مستويات السكر مثل الخضار، الفواكه، البقوليات، المكسرات، البدور مثل بدور الشياء، بدور السمسم، والكينوى، والشوفان، والدخن هذه كلها أكلات ما ترفع مستوى سكر الدم، فحاول أنك تأخذ الشيء الإيجابي من كل نظام غذائي، هذه فكرة جدا ذكية، لو طبقناها راح يكون نزول الوزن نزول صحي وصحيح وراح تحقق هدفك بإذن الله وحاول مع النظام الغذائي اللي صممته أنك تتبع معها الصيام، بحاول أنك تكون هناك ساعات يكون غايب فيها عن تناول الوجبات، هذا يساعد بتنظيف الجسم ورفح أساسية الإنسلين، وعند تناول الوجبات الجسم يكون قادر على الاستفادة منها واستخدامها كطاقة، فأكيد طبعا في ساعات الصيام راح ترفع من هورمونات حارقة لدهون الجسم، وهذا أيضا راح يساعدك من نزول الوزن أكثر النقطة الثالثة اللي أيضا ما زلت متمسك بها أنه الشخص أو الإنسان شكل عام يحتاج إلى الصيام، الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه بطريقة يكون قادر على التكيف عند غياب الوجبات أكثر من أنه يتكيف على أنه يتناول وجبات عديدة واللي يثبت هذا الشيء اللي هي فسيولوجية الجسم الأيضية، فعند غياب الوجبات والامتناع عنها، الجسم وقتها راح يرفع من أربع هورمونات يكون قادر على التكيف منها وتنظيم مستوية السكر والحفاظ عليها ضمن المعدل الطبيعي وعلى الجانب المقابل عنده تناول الوجبات بشكل متكرر راح ترفع من هورمون واحد فقط اللي هو هورمون الإنسولين وللأسف عنده تكرار تناول الوجبات وعدم اتباع الصيام راح ترفع من هذا الهورمون اللي هو هورمون الإنسولين وراح ترحقه بشكل كبير فبالتالي الشخص راح يكون مهدد أكثر بأنه يصاب بمشاكل أيضية مثل مقاومة الإنسولين السكري من النوع الثاني وإذا دخل الشخص للسكري من النوع الثاني راح يدخل بمضاعفاتها الخطيرة فلهذا سبب من المهم جدا لكل شخص أنه يكون هناك فترة يحتاج فيها إلى الصيام سواء خلال السنة اللي هو شهر رمضان أو أثناء الشهر ممكن التزام بنظام الصيام حتى الصيام الإسلام اللي هو يوم الاثنين ويوم الخميس أو الصيام متقطع بشكل عام حاول أنه يكون هناك فترة خلال الأسبوع أو خلال الشهر تكون فيها غايب عن تناول الوجبات هذا الشيء راح يساعد بشكل كبير على تنظيف وسقل الجسم والتخلص من السموم الأيضية اللي كنت تكتسبها أثناء تناول الوجبات أيضا راح ترفع بشكل كبير من حساسية الإنسولين إذا رفعنا من حساسية الإنسولين هذا يعني أنه خلايا الجسم الخلايا العضلية خلايا الدماغ وجميع خلايا الجسم تكون قادرة على الاستفادة من المغذيات الفيتامينات والمعادنة القادمة من الغذاء بشكل أفضل من السابق عند إدخال الوجبات من جديد فحاول مهما كان نظامك الغذائي سواء كنت ملتزم بنظام السعرات ملتزم بالأنظمة مخفضة النشويات أو ما كنت ملتزم بأي نظام غذائي حاول أن يكون هناك فترة خلال الأسبوع فترة خلال الشهر تكون فيها غايب عن تناول الوجبات وأفضل نوع من أنواع الصيام اللي هو الصيام الإسلامي فبكذا أنت راح تأخذ الأجر ورح تأخذ العافية بإذن الله النقطة الرابعة اللي أيضا ما زلت متمسك بها أنه أن شوية المعالجة تظل أكلات غير صحية النشوية المعالجة مثل الخبز الأبيض، الأرزة الأبيض، المعجنات، الحلويات الصريحة، عصائر الفاكة حتى وإن كانت عصائر طبيعية خالية من السكر المضاف هذه كلها نشويات تمت معالجتها فحتى إذا كنا نتناولها بكميات قليلة هذا الشيء راح يأثر بشكل سلبي على الصحة وأكيد طبعا إذا تناولناها بكميات قليلة التأثير السلبي راح يكون أقل من الأشخاص اللي تناولوها بكميات أعلى أولا لأن النشويات هي مادة التهابية إذا تناولناها راح ترفع بشكل كبير من التهابات الجسم أيضا راح تسبب بشكل كبير بتذبدب مستويات السكر من ارتفاع وانخفاض هذا الارتفاع والانخفاض وتذبدب مستويات السكر على المدى البعيد راح يأثر بشكل كبير على الصحة ورح يدخل الشخص في مشاكل أيضية يكون في غيرها عنها فمن المهم جدا أنك تلتزم بنظام غذائي صحي يحافظ على استقرار مستويات سكر الدم ضمن المعدل الطبيعي طوال اليوم وطوال التزامك بالنظام الغذائي فإذا كنت حاب أنك تتناول النشويات فإختار النشويات الصحية اللي ما ترفع مستويات الانسولين وسكر الدم بشكل سريع وتحافظ على استقرار مستويات سكر الدم الفواكه الخضار الكينوى والدخل مثل ما ذكرنا هذه كلها أكلات أو نشويات صحية راح تحافظ على استقرار مستويات سكر الدم هذا غير إنها غنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات اللي يحتاجها الجسم بعكس النشويات المعالجة المعجنات الأرز الأبيض تكون مفتقرة للمغذيات والفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها الجسم النقطة الخامسة والأخيرة بهذا الفيديو اللي ما زلت أيضا متمسك بها إنه تظل الزيوت النباتية المعالجة غير صحية الزيوت النباتية اللي أنا أقصدها اللي هي مثل زيوت الطبخة النباتية المنتشرة بجميع المتاجر اللي نشوفها أيضا الأجبان النباتية الأجبان اللي تمت معالجتها واستبدال الدهون الطبيعية بدهون معالجة نباتية هذه كلها من أشكال الدهون والزيوت الغير صحية أبدا مثل ما ذكرنا بالنشوية المعالجة إذا استهلكنا الزيوت النباتية المعالجة بكميات قليلة التثير رح يكون أقل وإذا استهلكناها بكميات عالية الضرر رح يكون أكثر والضرر أكيد اللي هو رفع من التهابات الجسم وإذا ارتفعت من التهابات الجسم الشخص رح يكون مهدد أكثر بالإصابة بمشكلة السكر من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية ومثل ما ذكرت وارد جدا أنه بعد خمسة سنين أنزل فيديو أكون مخطئ بالمعلومات اللي ذكرتها بهذا الفيديو لهذا السبب نصيحة مني لك حاول أنك توثق بالعلامات الصحية اللي رح تجنيها أثناء التزامك بنظام غذائي معين فعشان كذا من المهم جدا أنك تختار النظام الغذائي الصحيح المناسب لك واللي تماشى مع أهدافك لأن المعلومات اللي أنا أقدمها بهذا القناة أو المعلومات بشكل عام رح تناسب أشخاص ومنتناسب أشخاص آخرين مثل مثلا نظام الكيتو دايت نظام آمن نظام فعال جدا يساعدك بالتخلص من مشاكل صحية كثيرة جدا ولكن ممكن ما يناسبك بهذه الفترة أو حتى التزامك بالصيام ممكن ما يناسب أشخاص كثيرين مثل الأشخاص اللي يستخدموا أدوية السكري أدوية الضغط والحامل والمرضع هؤلاء الفئات من الأشخاص غير مناسب لهم أنهم يلتزموا بالصيام المتقطع إذن بالنسبة لعادة الاستحمام بماء بارد والتعرض للبرودة فالاستحمام بماء بارد له فوايد جدا عديدة على الصحة ولكن قد يكون غير مناسب لبعض الأشخاص مثل الأشخاص المصابين بمشاكل بالقلب والأوعية الدموية واللي يستخدمون أدوية القلب فغير مناسب لهم الاستحمام بماء بارد وصدم الجسم فمن المهم جدا عند الالتزام بنظام غذائي معين أو عادة صحية أنه يكون هناك إشراف طبي بالذات إذا كنت مصاب بمشاكل وأمراض مزمنة مثل السكري ارتفاع ضغط الدم اعتلال الدهون داخل الجسم وأمراض القلب والأوعية الدموية بكذا ننتهينا من هذا الفيديو فإذا عجبك الموضوع أتمنى الضغط على زر الإعجاب وإذا ما كنت مشترك بقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذا القناة لأنه بقناة نهتم أكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون والسجاع الصحية ويأتيكم الفعافية